موسم الامطار يعيد شبح الكوليرا الى الواجهة مجددا مخاوف اطلقها باحثون دوليون مؤخرا من عودة تفشي هذا الوباء بالتزامن مع حرول موسم الامطار في البلاد خصوصا مع انتشار النفايات في الشوارع وضعف البنية التحتية لمجاري الصرف الصحي الباحثون طالبوا بتعزيز التدابير بشكل عاجل من اجل تفادي المخاطر عبر عدد من الخطوات الوقائية من بينها تدشين حملات التلقيح واصلاح البنية التحتية للصرف الصحي وتوزيع المعدات اللازمة لتطهير المياه تقديرات لمنظمات دولية اشارت الى ان عدد الوفايات بالكوليرا خلال العام الماضي بلغ اكثر من 2200 حالة فيما تجاوز عدد المصابين المليون شخص وزارة الصحة في عدن كاستجابة لهذه الدعوات اعلنت استعداداتها الفنية اللازمة لتنفيذ حملة التحصين ضد وباء الكوليرا ابتداء من السادس من مايو الجاري وبحسب مدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور جمال خدابخش فان النزول الميداني للحملة يستهدف اكثر من 47000 منزل كمرحلة اولى للتحصين حيث ستستهدف هذه المرحلة اربع مديريات في العاصمة المؤقتة المسؤول ذاته دعا كافة المواطنين الى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الاصابة بوباء الكوليرا كشرب المياه المعقمة والحرص على التصريف الامثل للنفايات لكن هذه الارشادات وحدها بنظر متخصصين في مجال الصحة ليست كافية للحد من تفشي الكوليرا الذي سبق واودى بحياة الالاف من المواطنين ما لم تصحبها حملة واسعة لازالة اسباب ظهور هذا الوباء اشتركوا في القناة